في هذا المبنى التابع لمؤسسة الشفقة الإنسانية بصنعها يعيش المئات من مرضى السرطان والفشل الكلوي ومرافقهم الذين قدموا من مختلف المحافظات اليمنية البعيدة لتلقي العلاج لكل امرأة هنا قصة مع المرضي وظروف المعيشية الصعبة اعتدال منصور التي قدمت من محافظة الضالع جنوبي اليمن واحدة منهم فصرطان الثدي الذي أصابها منذ ست سنوات أنهك حياتها لكنها وجدت في مؤسسة الشفقة ملاذا آمنا للتخفيف من هذه المعاناة في المؤسسة نقدمت لنا كل شيء سكان والآكل والشرب كأنه نصل للفنادق ندفع مبالغ كثيرة لا نحصل هذا القسم خاص بالرجال المرضى في مؤسسة الشفقة محمد علي القادم من محافظة حج شمال غربي اليمن يعاني من ورم سرطاني في الصدر منذ ثلاث سنوات فقد بسبب هذا المرض كل ما يملك حتى مصروفات لقمة عيشه نحن من مناطق بعيدة ونعاني من المادة فإذا جئنا إلى صناء لم نستطيع نسكن في أي فندق أو أي شيء فنعو إلى المؤسسة فنسكن في المؤسسة والروح نتعالج عند الدكاثرة بمشاركة أكثر من 1500 متطوع ترعى مؤسسة الشفقة الإنسانية منذ 16 عاما الآلاف من مرضى الفشل الكلوي والسلطان صحيا واجتماعيا ونفسيا للتخفيف من معاناتهم وآلامهم بمساهمة من متبرعين عدد المستفيدين من السكن داخل المؤسسة 300 مريض ومرافق سكن ووجبات يومية للمرضى هناك أكثر من ألف مريض من مرضى الفشل الكلوي هؤلاء يستفيدوا من خدمة متعددات وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن في ظل عشر سنوات من الحرب إلا أن مؤسسة الشفقة ومؤسسات أخرى مصرة على استمرار تقديم مشارعها المختلفة نابراليس في الحرة صنعها